قبل بقى ما نعدي الملف ده لازم نحن نتكلم زي بكتبول لحضراتكو عن أبطالنا من النادي الأهلي عندنا رقم واحد منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية عندك ماريم الهوديبي وهانا جودة ودينا مشرف دول من سيدات أو يعني من بنات الأهلي بعد كده إيهاب عبد الرحمن اللي حصل على فدية ترمي الرمح في ألعاب القوة ده برضو ابن النادي الأهلي إسراء عويس فدية الوثب الطويل ألعاب قوة بنت النادي الأهلي عمر عصر فدية تفردي رجال تنس الطاولة ابن النادي الأهلي وإحنا يمكننا اتقابلنا به أنا وأنت قبل كده وهو محترف في ألمانيا وشخصية جميلة جدا جدا بجد لما تقعد معاه تتكلم قد إيه بني آدم هادي ولذيذ ومثقف وناجح يعني بجد ما شاء الله محمد مجدي عندنا كمان برونزيت دفع الجل ألعاب قوة ده ابن النادي الأهلي حاجة تشرف يبقى عندك عدد كبير زي ده بجد على كل حال الملف ده مش هنقفله دلوقتي معانا في الفقرة الأولى زي ما كنت بقول لحضراتكو قاله يا كريم هنتكلم بالتفصيل وحنتكلم كمان عن ملفات مختلفة مرتبطة به الرياض نتكلم عن إعداد البطل الأولمبيو في نفس الوقت التأهل ليه أو التأهيل دلوقتي ليه أولمبيات توكيو وعشرين أربعة عشرين عفون باريس عشرين أربعة عشرين فلا في كلام كله وكلام هتلاقيه كله متصل ببعض يا كريم منذية من فكرة التأسيس السليم هذي النقطة فلا بس سيبك أنت الواحد بقى متطمن دلوقتي من مشاركة مصر باريس عشرين أربعة عشرين أربعة عشرين على فكرة فعلا يعني كام يوم اللي فاتوا بس على صعيد وهران عشرين أتنين وعشرين لا الواحد يبقى متطمن ويحط في بطن وبطيه خصيفي وضمنا إن شاء الله إن شاء الله إن عيشنا جميعا يا رب إن شاء الله في ميديليات دهبية مضمونة لأن إحنا اتضح أن إحنا عندنا أبطال عالميين إحنا من قديم الأزل دائما بنتكلم على أننا عندنا رياضات مهضر حقها ويعيني مغمورة تماما وأبطالها وفي عندنا فيها أبطال بس عشان ضيق ذات اليد وقلة التانيات الاتحادات اللي هم تابعين ديها فعلى استحياء بيبعندنا أبطال وبطلات غالبا ما بيكونوا في رياضات القوة لكن في رياضات السرعة مش العادي إن إحنا نشوف واحدة زي فاسانت ولو شفنا مش العادي نشوف كواليتي اللي فاسانت بتعمله فاتطمني بصي حنشرفك في فريس عشرين أربعة عشرين إن شاء الله